قبل ما خش على منتخبنا الوطني واللي عملوا النهاردة بالوصول الانهاية كاسرناهم للأفريقية بالفوزة على تونس ونتكلم شوية على منتخب مصر الكورت اليد في نقطة بما أننا كنا في أجازة حصلت أول مبارح وقلت أشيلها لحد ما نيجي يوم السبت عشان عايز أفضفض شوية مع حضراتكم كالعادة يعني كالعادة الراجل حارس مرمى للتحاد السكندري راجل حارس مرمى للتحاد السكندري هيعتزل خلاص هيعتزل تقولون يا جماعة بإسمه عشان إسمه طرمي الدماغي دلوقت مش عارف حظي وحش حارس مرمى أحمد يحيا أحمد يحيا راجل المحترم الحارس المحترم الحارس المهزب الحارس اللي شل التحاد السكندري في ظروف صعبة بعد رحيل عبد المنصف الحارس اللي بيقدم مباريات كبيرة مع الاتحاد السكندري الحارس اللي راح يلعب مباراة واخوه لسه متوفي جماهير تهاجمه في المدرجات عشان دخل فيه خمس أهداف من سرمية كيلو بطر بأخطاء دفاعية كارثية من اللاعبين كلهم قبل ما توصل الكرة اليوم يعني أنت لو بلغة الكرة عايز تمسك عليه خطأ واضح مش هتقدر ممكن تقول إن هو مشارك في هدف في اتنين بس تمسك هو اللي يتحمل خطأ بشكل واضح لا سيبك يتحمل الخمس أهداف يتحمل الخمس أهداف يا جماعة يا جماعة الخير يا ناس يا عالم يا جماعة دي كورة دي رياضة يعني قبل الكورة والرياضة في إنسانية في شعور إنساني كده بيحرقنا كلنا ضد البناء المين إزاي يبقى راجل أخوه متوفي وإبن أنه يتحمل المسئولية ويلعب ويشارك ويؤدي ويبقى جزاءه الهجوم والشتيمة والكل اللي حصل في المدرجات ده من كل من الجماهين أنا متأكد أن الجماهين الاتحاد ما عندهاش الكلام ده حقيقة كلها مش اللي هي جملة وخلاص بس ما هو لو واحد اتنين تلاتة اربعة حتفه وراء الجول هيسمعهم هيتأثر نفسيا وهو أصلا لما في رقيقة تبقى خاصة خمسة ما هيبقى أصلا لوحده متأثر نفسيا بعيد عن ظروفه الشخصية الكبيرة جدا الضخمة اللي أخوه متوفي حرامة جماعة إيه اللي حصل إيه إزاي بقنا كده إزاي بقيت الكورة بالنسبة لنا بتلغى عندنا شوية أخلاقيات وإنسانيات وتفاصيل كتير قوي إزاي ده إحنا منلعب الكورة بلاش إحنا منلعب الكورة إحنا منتفرج على الكورة عشان نستمتع فيه لعيبة بتلعب عشان تلعب وده مصدر داخلها ورزقها وشغلها إحنا منتفرج على الكورة عشان نبقى مبسوطين منتفرج على الكورة عشان نبقى فرحانين كورة إحنا بالنسبة لنا مش بنلعبها فإن بالنسبة لنا إحنا مش رياضة بس بالنسبة لنا إحنا المشاهدين طرفية بننبسط وإحنا منتفرج بنتسلة وإحنا منتفرج إيه الموضوع بتاع أن كل حاجة في الكورة اللي وقت بقيت خنائها ما فيش الكلام ده مش مصبوط تيجي تلاقي واحد يقول لك إلحق ده هاجم من اللعيب الفلاني إلحق ده بينتقد الفلاني إلحق ده بيشيت بالأهلي إلحق ده بينتقد الزمالك إلحق ده بينتقد الأهلي إلحق ده بينتقد الزمالك إلحق ده قال إيه على شكبالة إلحق ده قال إيه على أفشة إلحق مش ايه تكله ليه الخناء طول الوقت وبعدين فيه ناس بقت تبدع خناءات من حيث لا تدري ولا تحتسب يقول لك ما تيجي نعمل خناءة دلوقتي ما تيجي نعمل أزمة دلوقتي ما تيجي نعمل ما يسمى بالقضية دلوقتي قضية اللي في الكورة أنا أصلا دايما الكلمة دي في الكورة من وانا صغير بتستفزني يقول لك احنا النهاردة هنتكلم على القضية الفلاني قضية ايه قضية وحنا بنفرج على كورة يعني ما فوق كله نستمتع ونتسلى زنبو ايه لعيب اصلا نازل ايه لعب كورة ومستني نوع يمتعك او تتسلى وانت بتتفرج على مباراة يسمع شتيمة بأهله ووالدته ووالده واخوه لسه متوفي زنبو ايه يعني مين بني قدم يقدر يتحمل لو حراك مكانه يعني وانت بتشتمه كده هتقدر تتحمل يا جماعة فيه حاجة اسمها انسانية دي ما يعني انا بس محبش اخش في امور دينية وكلام وتفاصيل يعني بس ما هو كل حاجة بينها يعني كل حاجة كلنا عارفينها يعني مش انا الله هنصح ولا هنظر ولا الكلام ده كله بس ما هو فيه حلال برضو حرام وحلال في الحاجات دي يعني واضحة يعني انك تيجي على بني ادم ده يعني تفترع على بني ادم ده حرام حرام بجد فالموضوع ده كان مستفزني جدا من يومين وكان نفسي اطلع وفطفط بالكلمة اندو اليومها بس فرصة ان انا تذكرت الكلام ده دلوقتي ونديله حقه ونقول له احنا قاسفين بنعتذلك وانا متأكد ان جميل الاتحاد في اول مباراة هتهتفله انا عايف ان هو اخذ قرار الاعتذال بس انا متأكد برضو ان هيرجع في القرار ده في لحظة غضب ولاحظة حزن في ظروفه الصعبة اللي بيعيشها بس انا متأكد ان جميل الاتحاد هتشيله على الاعناق وهتهتفله وهتعتذله وهتوقف جنبه عشان دي جميل الاتحاد ومعتدين من جميل الاتحاد ان هم رجالة وجدعان وبيحبوا فرقتهم وبيحبوا لعبي فرقتهم ايه ده شو هي تدوق يا اخي يا اخي يا اخي انتوا ليه اصلا بيتكورة بالنسبة لكم مصدر عصبية ونرفزة وديق وعايز تخش بسرعة الحق اشتم فلان وهاجم فلان الحق خش اخناقة مع فلان وفلان ليه اصلا تهدر جزء من يومك من حياتك في اخناقة كورة ليه اكيد حضرتك زي زي اللي قدامي زي اللي قدامي زي كل الناس اللي في تكون عندك من الهموم ما يكفي وبتحاول تتخلص منها او من جزء منها عشان ما فيش حد بتخلص من كل همومه عشان تعيش مرتاح ومبسوط تحط عليها انت طواعية هموم في الحاجة اللي انت بتحبها في اللعبة اسمها اللعبة في حد بيبع عنده هموم في اللعبة في التسلية وانت راح فيلم وانت داخل السينما بتطلع تقول لا 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 ازاي ممثل العمل كده في الممثل التاني وازاي مش عارف ايه والتصوير تتكلم في الكلام ده كله وابتروح تتفرج تتفع تذكرة السينما تتفرج على فيلم تطلع مبسوط فرحان مروح هاي الكرة كده برضه مش عارف ايه الخناءة الكبيرة دي وليح يقولك ايه إلح بقى ده كريم واللسين واللسط عامل مؤامرة وعمل قصة وعمل حكاية وبيلف ويدور وبيلعب لفلان وبيعمل عشان فلان ليه كل ليه بتعيش بخيالك لكل ده ليه مش عشاء يعني مش بقولك بتعيش بخيالك ده بانتقدك انت بتصعب علي انا مش عايزك انت اكيد زي ما قلتلك وهكرر تاني عندك من الهموم ما يكفي انك ما تشغلش بقى لك بالحاجات دي كلها انت فرج على الكرة واستمتها بيها وبس زي ما الناس كلها في العالم بتعمل احنا اللي ابدعنا كلمة قضية في الكرة احنا اللي ابدعنا كلمة مؤامرة في الكرة احنا اللي عملنا كسة أزمة في الكرة احنا اللي قلنا خنائة الكرة احنا اللي قلنا قصف الجبهات في الكرة ايه كل ده كل ده في لعبة يعني الشيء بالشيء يسكر يعني